الأول حاجة هنبتدي مين الأبرك طبعاً هنقولهم بالترتيب شمس الجدي بتديهم يعني هنبتدي مولود الحمل مولود الحمل شمس الجدي بتدي لك حاجتين أول حاجة ممكن عندك هذا الشهر اللي فيه الشمس في الجدي ترشح لمنصب جديد أو حد يقيمك تقييم حلو فيحطك في حتة أنت كنت تتمنها فتقييم حلو عين حلوة سمعة حلوة سيرة طيبة كلام ده كله حيتم قندي أذر ساعد فيه حاجة تانية بقى مش لطيفة ما هو لما تدي لك الحاجات دي بتجذب لك العين بشكل قوي جداً وبيكثروا في هذا الوقت المتربسين بيك وبيكثروا في هذا الوقت كمان اللي بيحاولوا يزعزعوا ثقة الناس فيك إذا ده متقلق ده باين ده ظاهر يعني حسادك دمروك يا حمل فهو انت حاول حتستفيد من المنصب والمركز والحاجات الحلوة لكن تبقى حذر جداً من فتح عينك فيه فوايد وفيه عين مفتوحة عليك بالضبط فأنت كده الشهر ده عندك إيجابي وسلبي عندك عين مركزة معاك جداً وبتستيضك الخطأ وبتحاول تشوه أو سرتك الحلوة دي والحاجة الحلوة إنك حتتحط في حتة حلوة والتقييم لك حيبقى حلوة تانية مولود التور إحلى لأن الشمس ده خلالك في بيت الحظ الجدي هو بيت الحظ بالنسبة لمولود التور طب يعني التور حظ جميل من الجدي صعيدة حلوة جداً 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 مولود التور حيحس إنه بيلملم بقى لأن التور بقى له فترة مش قليلة كان تعبال فأنت عندك يا مولود التور لملمت بقى نفسك عندك حظوظ على مسرعية عندك سفر عندك كسب الأموال الأجنبية عندك صدقات جديدة حتتعرف على نازج جديدة برا دايرتك المعتادة حينفعوك قوي 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 وشايفاً بيت السفر حيبقى منتعش وفيه وراء فلوس يعني السفر هو حيبقى غير إنك بتغير مكان ويوي إن فيه من وراء فلوس حلو فالتور حدس ولا حرج من الحزوظ المضعفة يبقى الحظ الجميل إيه الحظ الحلو دا نقوله لبرج التور الجوزاء مولود الجوزاء طبعاً خارج من شمس القوس مستهلك يعني الجوزاء اللي هو دوري على أي حد الجوزاء يلا كان دماغه وأحواله مش أحسن حاجة فأنت بقى رايح إيه تشمنا وصحته بسي كان شهر الجوزاء تعبين 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 فإحنا النهار دا بنقولك يا جوزاء خلاص الشمس سابق القوس لا بالنسبة للجوزاء تعتبر شمس القوس دي بعضة أول ما نقول إن الشمس في قوس الجوزائين يبتدوا ياخدوا لهم من نفسهم فخرجت خلاص وإحنا دلوقتي في شمس الجادي بتقولك إيه بقى إنت في تسوية في أهدى في الدنيا رايحة مش لحلوة قوي لأن هي لما تروح بعد كده للدالو الدنيا هتبقى حلوة قوي لكن إحنا لسا رحيم بي بطاقة دافية أيها المنطقة الدائفة الدافية رحمة نبيل جوزاء رسم أمورك بقى خلاص إنت خرجت من عنق الزجاجة وخرجت من الأزمة وخرجت من المستنقع ادخل بقى لإيه للحتة ها أبص حواليا كده أرتب دا أزبط دا فترة تصبيت فترة بتسمح لك إنك زي توارب الباب بقى نشوف رتب أمورك عشان إنت رايح للأحسن قوي أول ما نروح بقى اليوم عشرين وواحد وعشرين إنت حتفوق بقى حتفوق جدا يا جوزاء فالعب بقى في المنطقة دي ترتيب أمور تصبيت أمور نخرج نشوف إحنا لو غلطنا في حق أحد نعتذر له لو حد جاء علينا ممكن هو اللي يبادر ويعتذر لنا في سوق في أي حاجة سوق في صحة حتتدي تزبط صحتك في سوق في علاقات حتتدي تزبط علاقاتك يعني الجوزاء تصحيح أوضاع تصحيح برافا تصحيح مصار وتصحيح أوضاع